موسيقى من قناة الأخبارية أحييكم مشاهدينا الكرام ورحبكم في برنامجة عافي الاقتصاد في حلقة اليوم نتحدث عن الاقتصاد القطري وكيف يتأثل الاقتصاد القطري ب مقاطعة الدول ونتحدث عن الإجراءات التي يتخذها أيضا الاقتصاد القطري بهدف مواجهة الفوات المتطالبات الاقتصادية المتزايدة رحب ضيفي في الاستوديو في حلقة اليوم دектор طلاح الحربي مستشار وكاتب اقتصادي أنا بك معنا د unsere طلاح أيضا أرحب المهندس أود البحي خبير هندسي أنا بك معنا مهندس us مشاهدين الكرام قبل أن نستهل الحوار نتابع معكم ومع ضيفين التقارير وتفاصيل في سياق تقريب تالي المشكلة باهظة بدأت تستنزف الاقتصاد القطري مع مواجهته استمرار المقاطعة الخليجية منذ يونيو الماضي وقد بدأت تحذيرات الاقتصادية الدولية تتوالى من وكالة التصنيف ومراكز الأبحاث حول تبعات الآثار السلبية المقبلة على الاقتصاد القطري فمن جانبها حذرت وحدة الأبحاث الدولية التابعة ليكون ميستا الشركات العاملة في قطر بالتحوط من التذبذب الوشيك لسعر الريال القطري وتجنب الاعتماد على التمويل المحلي كما حذرت الوحدة الدولية من انخفاض هوامش أرباح شركات التجزئة والسياحة والفندقة مع النصح بعدم تطبيق استثمار طويل الأجل وتوقع تأخير صرف المستحقات ويحظى القطاع المصرفي القطري حاليا بنظرة سلبية ويعاني من ظروف تشغيلية ضعيفة في ظل تباطئ نمو الناتج المحلي إلى 2.4% العام الحالي مقارنة بنحو 13% العام السابق وفي خطوة وصفت بتأجيل العواقب سحبت قطر 38.5 مليار دولار من احتياطاتها النقدية لتخفيف أثار المقاطعة وتجنب التبعات الاقتصادية وبحسب وكالة مودز استخدمت قطر ما يعادل 23% من إجمالي ناتجها المحلي لدعم اقتصادها في ظل تدفق ما قيمته 30 مليار دولار من رؤوس الأموال إلى الخارج وتلجأ السياسات القطرية حاليا إلى مزيد من الإجراءات التقشفية كخيار أخير تواجه به فواتير المتطلبات الاقتصادية المتزايدة ورحب بكم مشهدنا مشاهدين الكرام نستهل حوالنا مع دكتور طلال عندما تحدث عن الاقتصاد القطري بعد المقاطعة وما زالت الأزمة مستمرة تدعيات اقتصادية سلبية بدأت تظهر وتستمر على الاقتصاد القطري ما هي أبرز هذه التدعيات أو أبرز الأثار السلبية التي يواجهها الاقتصاد القطري الآن بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أنه حتى قبل المقاطعة بدأت هناك مشاكل في الاقتصاد القطري تظهر من كثرة الإنفاق الخارجي مقارنة بالإنفاق الداخلي والدخل هناك نرى الآن تخبط في الإعلام القطري والإعلانات التي تصدر من قطر أنه أحيانا يتباكون أن المقاطعة أثرت عليهم بشكل كبير وأحيانا في محافظة أخرى يقولون لم تؤثر على المقاطعة لا شك أن دولة بحجم قطر هي حي من أحياء الرياض لا شك أن دولة بعدد السكان القطريين لا شك أنها تتأثر بأي متغير فكيف إذا كانت هذه المتغيرات تلامس كل شيء في قطر للأسف أن الحكومة القطرية لم تنتبه إلى أنه يجب أن يكون هناك اقتصاد قطري قوي قبل المقاطعة هذا الكلام لأنه انتبهت لأمور خارجة عن مصلحة الشعب القطري ومصلحة الفرد القطري إلى أمور لا تعود بالخير لا على قطر ولا على الأمة والمنطقة بشكل عام بذلك تجد أن قطر تفتقر لكل شيء تفتقر لأبسط الأشياء وحتى أكبر أشياء لا يوجد شيء في قطر سوى الغاز لا يمكن أن تبني دولة اقتصاد بدون أن يكون هناك مقومات الاقتصاد قومات الاقتصاد القطر غير موجودة وهذه المقاطعة أثبتت أن قطر اقتصاد من كرتون اقتصاد هش ليس بالقوة التي يستطيع أن يقاوم طبعا بدأت الآثار تظهر من أول يوم نعم ونحن يوميا نلاحظ أن هناك في قطر أزمة أزمة اقتصادية أزمة مالية أزمة سيولا على جميع المستويات أعتقد أن المقاطعة هي عبارة كانت فقط لكشف حقيقة قطر لو كانت دولة فعلا فيها مقومات دولة ولم تكن دولة عبارة عن دولة مافيا فقط لكانت هناك بوادر للتعامل مع مثل هذه المقاطعة يعني قطر عندما ترين ما يحصل الآن لو تعرضت لأي شيء لأي كارثة طبيعية يمكن أن أسبوع ما تستمر لذلك أعتقد أن المقاطعة كان لها فضل على قطر في أنها كشفت لهم أنه لا يوجد عندهم ما يسمى مقومات دولة ومقومات اقتصاد مهندس سعود فيما يخص المشاريع البناء التحتية الإنشائية في قطر أيضا باعتبار أن المملكة العربية السعودية هي الدولة التي تحض قطر من الحدود البرية مع قطع كل المنافذ البرية كيف سوف تنعكس هذه المقاطعة أو كيف بدأت تنعكس على تكاليف البناء في قطر بسم الله أولا عندما نكون هناك الموقع الجغرافي اللغة الخبرة التصنيع جميع العوامل والمقومات التي استكمال هذه المشاريع مرتبطة مع دول الجوار التي هي المملكة والدول الخليجية فعندما حاولت الحكومة القطرية أن تنفل اتجاهها المعاكس لجميع مقومات الطبيعة طبعا هذا قرار كارثي بالنسبة للمشاريع المشاريع أولا نوعية المشاريع المشاريع تنقسم إلى قسمين قسم نفذ جزء منه يريد الاستكمال فعندما يكون الاستكمال أمر غير وارد سيحتاج إلى معالجة بمواد أخرى وهذا يقلل من كفاءة المشروع وربما يكون عدم الاستفادة من ما سبق تنفيذه وكارثي القرار والشيء الثاني لا ننسى أن أرخص وسائل النقل هي النقل البري خصوصا فيما يخص مواد البناء وثاني شيء طول المدة الزمنية معرف مشاريع قطر تريدها عشان كاس العالم فهذا لديهم وقت محدد طبعا يصعب نقل هذه المواد للمشاريع بالطائرات أو بأشياء ثانية ستكون تكاليفة رهيبة جدا اثنين أن حتى الخبرة يعني الدول التي تساند وتدعم المشاريع الكطرية هي الدول العربية سواء من الخليجة أو من جمهورية مصر العربية في كل الحالتين كأنها تريد أن تنهي ما سبق وتبدأ كشيء جديد لم يسبق له ارتباط سابق طبعا هذا يعتبر قياسا يعني تحتاج سنوات عشان كأن في العصر البداي رجعت إلى تحتاج إلى الخبرة تحتاج إلى المواد تحتاج إلى المقاولين إلى اللغة يعني المثلة جميع العوامل الآن تعمل ضد المشاريع القطرية وما يتم عملية انتحارية أنا أعتقد لن ينجو شيء من المشاريع وساتكون في حالة ركود لن تنتهي الأزمة السياسية ويعود الاقتصاد إلى طبيعته لن لا يمكن أنك تضيف شيء لجسد متلائم هذه طبيعة قطر طبيعتك كلها جغرافيا وسكانيا ودينيا جميع الانتمام أنت مين إلى الدول الخليج المجاورة لهم؟ نعم طيب أرحب بضيفي من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ عبد الحميد العرق السوسي رئيس تحرير مجالة الاقتصاد والمحاسبة أهلا بك معنا أستاذ عبد الحميد في البداية كيف ترون الأثار السلبية التي بدأت تظهر على الاقتصاد القطري جراء المقاطعة اسمحي لحضرتك أهلا وسهلا اسمحي لحضرتك أننا هنا نتكلم وليس بنتشفى في قطر إخوانا وحبايبنا لكن بنحذرهم بنقول لهم أنتم مشين في تجاه خطأ يعني حصل انهيار غير عادي انهيار في البورصة انهيار العملة المحلية بتاعتهم نهارة تراجع التجارة الإقليمية أصبح النهاردة فيه خسائر متعددة للشركات الشركات مش مستعدة تخسر رأس مالها اللي بتستثمره كمان النهاردة للإستثمار اللي كان بيدخل قطر مطمن أصبح فيه تزاز في الثقة في الإستثمار نعم عندنا كمان الخطوط الجوية القطرية اللي هيخفى مع تعارضهم الخسائر خسرت حوالي خمسين رحلة نعم يوميا فيما عندنا ديناتان السياحة حصل حبوط هدف السياحة أما التصدير فحادث عنه ولا حرج لأن النهاردة السعودية محاوطة قطر من جميع النواحي البرية يعني هو مش هيدر يخرج يصدر حاجة ولا حتى يستورد حاجة بل في تنظر لحاجة أن الخطفات فيه توقعات فيه تدفقات السمار الأجنبي السمار الأجنبي ما كانت من زي الأول أصبح نهاردة فيه خط أحمر قطر خط أحمر لدرجة أن الفنادق اللي في لندن اللي على سلة بقطر هم بيعناموا جيدا أصبحت فاضية وتحطت بلاك لسد دي مسألة خطيرة فاحنا بنحذر بنقول يا قطر انت أمارة إرهابية بنيت على الإرهاب يا قطر انت أمارة تأمورية يعني بنيت على تأمورات تولية الأمراء والملوك بتاعتها مش بالطريق الطبيعي بطريق المؤامرات مسألة خطيرة جدا فالنهاردة وكمان يا قطر انت ما عندكش حاجة ترتكز إليها من السنوات الطبيعية غير الغاز والمترول نعم فبنقول الأمير المراهق الأمير اللي ما عندهش خبرة في السياسة غير المؤامرات بنقول له خلي بالك انت رايح في منزلك خطيرة وخصوصها النهاردة رئيس ترامب بيقول ان أنا حسحب حقفل دولة العديد قاعدة العديد من قطر وديها الأردن مسألة هو كان متكل على دي أو حتت بستند على دي النهاردة دي حطر من إيده فقدر قطر تاني بنقول له اسحى وفوق ما تضيعش شعبك بالله ان قطر النهاردة واحد سبعتين واحد جسيته سلموها لأهله اغتلوا في شيء طيب نعود إليك بعد قليل أستاذ عبد الحميد دكتور طلال بحسب بكالة موديز قطر لجأت إلى استخدام 23% من إجمال لناتجها المحلي لدعم الاقتصاد مع انخفاض السيولة مع انخفاض الدفق رؤوس الأموال يعني تتجه قطر إلى الحلول الناتج محلي الإجمالي أستحبنا الاحتياط النقدي ماذا بعد؟ يعني هم الآن يمكن السنة هذه يقدروا يعدوا لأنه أكيد الميزانيات كان فيه تتبات الميزانيات والموازنة كانت لكن هم بدأوا مثل متفضلات يسحبوا من الاحتياط يسحبوا من الصندوق السيادية لن تستمر القطر في هذا الحلول كثيرا سوف يحصل هناك انهيار واضح في الاقتصاد القطري وسيكون هناك تأثير على الانفاق العام السنة القادمة لن تكون الميزانية قطر السنة التي سوف تعلن بعد لن تكون فيها هذه البحبوحة ولن تكون بالصورة التي كانت تحلم فيها بدأت قطر تلجأ لسحب الاحتياطيات بدأت تلجأ للصندوق السيادية بدأت تريد تزبيع الغاز بكميات كبيرة وبأسعار متدنية تحاول جميع الحلول التي بيدها الآن لكن العالم كله لن هذا سيؤثي إلى انهيار العمل القطرية سيؤدي إلى اقتصاد القطري وسوف يجدون نفسهم في أزمة اقتصادية لا حل لها إلا أن ترجع إلى الحضن الخليجي العربي وتستعيد أشقاءها العرب ليقفوا بجانبها لأنها حتى بعد انتهاء الأزمة هي بحاجة لفترة خصوصاً هناك بالنسبة لكأس العالم هناك مشاريع كثيرة ولها جدول معينة ويجب أن تنتهي منها في وقات المعينة وهي مكلفة جداً صحيح فأعتقد أنه الوضع لن يكون بالسهولة على قطر وحل أمامهم واضح طيب أعود وأنتقل إلى ضيفي أرحب ضيفي من المنامة ينضم لنا الأستاذ أسامة مهران رئيس تحرير جريدة أسواق البحرانية أهلا بك معنا أستاذ أسامة عدة وكالات تصنيف ائتماني كموديز وستندد أنبورز وغيرها خفضت النظرة المستقبلية لقطر إلى سلبية على أرض الواقع ما الذي يعنيه هذا الأمر اقتصادياً بتخفيض التصنيف الائتماني أو النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري أولاً أهلاً بحضرتك والسيدة المشاهدين كل تحية طبعاً مسألة تصنيف الائتماني هو لأول مرة ربما تتفق ثلاثة وكالات تصنيف دولية اللي هي سندد أنبورز وفيتش وموديز على كلمة سوا لأول مرة يتفقوا على قاطر الحقيقة تصنيف الائتماني طويل للأجل خليناً نتكلم بتحديد أكثر تراجع من A a إلى A a minus ماذا يعني ذلك يعني ذلك عدم ثقة في الاقتصاد القطري يعني ذلك عدم ثقة في البنوك القطرية يعني ذلك زيادة في تمويل المشاريع التي تحتاج إلى اقتراض من الخارج في داخل قطر يعني ذلك زيادة في الانفليشن أو معادلات التضافم يعني ذلك عدم الثقة أيضاً في الاقتصاد القطري وزيادة خروج الأموال من قطر بدل من أن كانت هي مركز جذب للاستثمارات والأموال والبنوك العالمية التي كانت تسعى لتمويل مزيد من المشاريع داخل قطر الواعدة سابقا قطر في أزمة كبيرة جدا من جراء ما فعلته من جراء المقاطعة ورد الفعل القوي العربي الخليجي هذا الأمر أدى إلى كثير من التداعيات إلى نمو اقتصادي كمان متراجع من 2.2% إلى 2% بنهاية العام الجاري 2017 وربما إذا استمرت الأزمة إلى عام 2018 سوف يتراجع النمو الاقتصادي لدولة قطر إلى 1.8% وهما لا نتمنى أبدا لأي شغيق وأي صديق لا العدو ولا الحبيب مهند السعود أعود إليك فيما يخص أيضا مشاريع البناء التحتية وزيادة تكلفة النقل مواد البناء وغيرها وبالتالي زيادة التكاليف على الاقتصاد القطري إن كان أيضا قطاع المصرفي يعاني من أزمات في قطر والقطاع المصرفي عادة أنه من يمول المشاريع أن لم تكن الدولة مباشرة تأثير هذا المباشر على استكمال المشاريع البناء التحتية أيضا كأس العالم إن لم يتم سحب كأس العالم من قطر ماذا عن المشاريع؟ لا نلاحظ الآن الإنفاق القطري على المشاريع هو مجرد لنظرها السياسية لأن يكون فيه مشاريع لكن القطر ليس الإنفاق سيحل المشاريع واحدة لأنها تفتقد الخبرة تفتقد نوعية المواد تفتقد تجانس المشاريع تصاميمها تحتاج إلى عمل كامل تغيير جذري يعني الآن في اتجاه معاكس لجميع مقومات نجاح المشروع تستطيع أن تراهن على الإنفاق لكن لم تستطيع أن تراهن على الإنجاز وهذا مربط هل تتنجز هذه المشاريع؟ هل تتنجز الجودة؟ تحقق الجودة؟ أمور كثيرة تواجهها من الصعب إيجادها الحلول لأنه لن يكون هناك يحتاج إلى مقومات وإلى ثقافة وإلى أشياء مبنية سابقا كيف تستكملها؟ هل تتعيد تدمر ما سبق تنفيذه وتبني أشياء من جديد حتى تتجانس المشاريع مع بعضها؟ هناك معوقات عديدة لا أرى أن أنا أرى استحالة إنجاز تحقيق نسبة الإنجاز لذلك لابد أن يكون هذه الاتجاه المعاكس لابد مهما تكون تسير في اتجاه معاكس بالواقع لن تصل إلى النهاية فيجب أن تعود إلى المسار الطبيعي فسينجز هذه المشاريع طبعا نتمنى أن يكون هناك يعني عودة إلى الوفاق العربي ونتمنى لا يمكن موسف جدا هذا الاتجاه الذي تسلكه لإنجاز مشاريعها لأنه يحقق بلا استحالة التنفيذ مع نقص الخبرة مع نقص الإنفاق والمالي مع عوامل كثيرة لا يمكن تعددها لأنها حكس الطبيعة لا يمكن أن تحارف الطبيعة باللغة نعم ممتاز أعود إلى أستاذ عبد الحميد ضيفي من القاهرة أرباح الشركات خاصة شركات التجزئة في قطر أرباح الشركات السياحية وغيرها بدأت تتراجع وتحقق خسائر بعض منها ما الذي يمكن أن تقوم بهذه الشركات لمتفادي الخسارة أو أن تخرج من الاقتصاد القطر النهائية ليس أمامها شيء سوء أن تخرج من الاقتصاد القطري لأننا كما قلنا لا يوجد طوق إنقاذ في الاقتصاد القطري يعني مش مثلا الغاز أو البترول بيعرضون نهاردة في الأسواق بأسعار متدنية الاحتياطي 340 مليار دولار فطلعوا منه الغدواتي 40 مليار أو أكتر مساء الشركات أو التجارة أو الاستثمار بصفة عامة بيبقى مرعوب من الظروف دي قطر في ظل ظروف مرعبة وخطيرة وهي أعتقدنا مش هتسد أبدا على الفجوات اللي خلقتها نفسها فعلا وزي ما أنا قلت بكده الأمير تميم مراهق لا يدري أين يضع قدمه وده مسألة خطيرة تخلى عن إخوانه العرب تخلى عن إخوانه المجلس التعاون الخليج العربي كله على بعضه كان بيكمل بعضه يكمل بعضه اقتصاد يكملوا بعضه في كل شيء تخلى عنهم بل النهاردة فيه فكرة أنه يخرج طب لما يكون الشركات والاستثمار في قطر فيه نهاردة في دولة بتفكر تخرج مجلس التعاون الخليجي هل تتوقعي أن هذه الشركات هتستمر في قطر؟ ما ظنش أنصحهم بالخروج أكيد أستاذ أسامة مع استمرار تراجع أسواق المال في قطر انخفاض حاد في أسعار الأسهم تراجع أرباح الشركات وبالتالي هذه الشركات قد تصل إلى الإفلاس قد تتخلى عن موظفيها ماذا عن سوق المال؟ وأيضا هل استمرار بالتراجعات في أسواق المال القطرية إلى أين تؤدي في النهاية؟ السوق المال القطري يعني الحقيقة كان أول مرآة لهزيمة الاقتصادية لدولة قطر بعد أول قرار من المقاطعة العربية إلى الدولة للأسف الشديد الشقيقة ولكن ماذا نفعل؟ يعني لا يوجد أي خيار آخر أمام الدول العربية الأربعة المقاطعة والمكافحة الإرهاب إلا أن تواجه قطر بسلاح الاقتصاد وهو أضعف الإيمان عموما لا يوجد أسلحة أخرى ولا توجد خيارات أخرى نحن لا تمنها أبدا ولا نرغب بها تماما أي عربي لا يمكن أنه يتمدى لشقيقه أي سوق بأي شكل من الأشكال ولكن فعلتها بنفسها قطر وليست براقش هي المشكلة فين؟ المشكلة أن أول ما تأثر في المنظومة كلها القطرية كان سوق المال تراجع في أول يوم بمعدل 8% ثم 10% وهكذا دوليك قطر عشان تعيد التوازن مرة أخرى لسوق المال اللي راح تبعى 90% من حصتها في بنك لكسنبورج الدولي بحوالي 1.48 بليون يورو وهي صفقة كبيرة جدا يقال أنها صفقة العام في سوق المال العالمي لماذا؟ لحتى تعيد مرة أخرى غربالة الأسواق حتى تعيد مرة أخرى إعادة التوازن إلى الشركات حتى تعيد مرة أخرى إعادة الحياة وتضخ مزيدا من الدماء في شرائل الاقتصاد القطري المتقوب بفعل المقطعة بفعل الإجراءات القطرية الجائرة ومستفزة في معدلات الإنفاق في معدلات التعامل حتى وعدم العقلانية في التعامل داخل سوق الأوراق المالية سوق الأوراق المالية في قطر لا يوجد بهم الاحتراز ما يؤهله لكي يواجه أي أزمات حتى طريقة ما بالك بهذه الأزمة طويلة المدى الله أعلم هتستمر إلى أي عام إلى أي مدى إلى أي أفق طبعا أفق مزدود نفق مظلم يمر به سوق المال القطري خلال هذه الفترة تراجعات نعم خروج مستثمرين أجانب أيضا نعم إحجام كامل من المستثمرين الخليجين على الاستثمار والتداول في سوق الأسهم القطرية أيضا نعم حالة شركات متردية وتراجع في أسعار الأسهم نتيجة ضعف التداول أيضا نعم كمان خروج يقيني مؤكد من الشركات وسحب الأرباح مبكرا وسحب المساهمات أيضا مبكرا قبل إعلان ميزانيات العام الحالي 2017 بنهاية هذا العام أي مع مطلع العام القادم أيضا نعم كل ذلك ألقى بزلاله على السوق القطري سوق المال القطري بالتحديد الذي هو كان وما زاله وسيظل مراية الاقتصاد هو المراية التي تم تلوثها في المهد بعد المقاطعة وبعد المبارسات القطرية المشينة في حق الأشقاء نعم دكتور بالنسبة للموضوع سوق المال القطري هي ليست مرآة حقيقة هي مرآة مشوهة لأن هناك صفقات وهمية تقوم بها بعض الجهات الرسمية في قطر حتى تحافظ على مستوى معين من السوق المال نعم بالنسبة كان عندي تعليق أيضا بالنسبة للتصنيفات طبعا التصنيفات هي عبارة عن تصنيفات مقارنة يعني عندنا تصنيفات مقارنة أفقية وعمودية المقصود فيها أنه أنا الأفقية أقارن الدولة هذه بالدول مثيلاتها من حيث الدخل من حيث الإمكانيات هذه طبعا سلبية قطر تتقارنها الآن بأي دولة شبيهة لها في الإمكانيات والظروف هي سلبية المقارنات العمودية نقارن نفس الدولة الفترة هذه بفترة سابقة وأيضا هذه كانت سلبية فعلى أساس هذا كان أجمعت جميع الجهات التصنيف على أنه التصنيف سلبي لأنها قارنت قطر بمثلاتها قارنت قطر السنة بالقطر العام فكانت سلبية فهذه بس للتوبيح السؤال في نفس السياق تراجع العملة القطرية هبوط في العملة أو التذبذب ولكن هو تراجع منح تراجع للريال القطري النتائج ذلك على البنوك القطرية يعني من الناحية الأكاديمية كيف يؤثر تراجع العملة على حركة المصارف طبعا العملة هي أهم معيار للاقتصاد في أي بلد وإحنا عندنا في دول الخليج ما زلنا نحتفظ بالعملة الوطنية هي التي ندفع فيها الرواتب هي التي نقائض فيها نعم انهيار العملة القطرية عدى إلى تضخم في السوق القطري وهذا التضخم يؤدي إلى أنه لابد من حلول الحلول إما أن تكون بزيادة الرواتب بدعم المنتجات الوضع معقد نعم ليس سهل حله لكن من تراجع قيمة الريال القطري تجعل أو تزيد تكلفة الواردات من الدول الأخرى إلى قطر تؤثر على التنمية المحلية بشكل عام تؤثر على كل شيء حتى بعض الدول يمكن الآن تشكك في الريال القطري ولا تقبل أنه مثلا تستورد فيه بعض الدول تطالب أنه يكون بالدولار أو اليورو أو الجنية الاسترليني نعم لأن الوضع غير واضح لا سياسيا ولا اقتصاديا فهذا زاد التكلفة أضعف كثيرا على المنتجات التي تستوردها قطر من خارج ومثل ما قلتك في البداية مع الأسف أنه قطر دولة تستورد كل شيء صحيح كل شيء يعني من الأبصد الأشياء إلى كل شيء فهذا زاد العبع زاد الحمل وقيمة الريال أصبحت في داخل البلد أصبح هناك تضخم الآن واضح نعم وضعهم إما أنه يزيدون الرواتب ولكن إذا العملة الآن إذا انتهت الأزمة هل سيعدون يرجعون للعملة الوضع يعني ليس بسهل ليس بسهل وطبعا البنوك هي التي تتأثر في هذا في تعاملاتها حتى مع البنوك الخارجية حتى مع التحويلات مهندس سعود في نفس السياق تراجع العملة يجعل من الريال القطري لا قيمة له كيف يؤثر ذلك على العمال على العمالة في قطر خاصة العمال الذين يعملون في البناء في الإنشاءات في المشاريع في البنى التحتية وغيرها صناعة المقاولات مبنية على الثقاء وحسن النية لأنها لأعمال مستقبلية ولعلاقة مستقبلية ودائما المقاولة واللي ينظر للحالة المستقبلية للعميل فكل الموشيرات تعطي أن الاقتصاد في هزة فيجعل مهما كانت المغرآت الأسعار أو الوعود يجعل هذا غير مقبولا في عالم صناعة المقاولات لأن المقاولات هي من أهم الأشياء ومن مجريات الأساسية حسن النية الثقاء في العميل لا يمكن أن تستقطب عمالة إضافية لأن الزواتب لن تكون لا يمكن لأي شركة عملاقة في المقاولات ترتفط مع اقتصاد مهزوز أو ما في الثقاء ثاني شيء لأن جميع الموثرات المستقبلية تثر على عقد المقاولة فعقد المقاولة فيه روية مستقبلية ليس مثل التجارة أنك تسلم البضاعة وتستلم في نفس آن واحد أنت قاعد تعمل عمل لسنوات يعني جميع عقد المقاولات تنتد لفترة زمنية وجميع المدفوعات والمستحقات تكون على فترات مستقبلية فما هناك ضمنات فتجعل الشركات الموجودة العام في قطر توقفت تماما لأنها أصبحت لا تضمن مستقبل السداد لا تضمن مستقبل استيراد المواد اختلاف كبير اختلاف جذري يعني المشكلة كبيرة جدا لا يمكن أن تعالجها من ناحية ثاني شيء حتى يعني التعرف على الخبرات القديمة والأشياء القديمة بلد كان له انتماء وكان من ضمن المجموعة العربية والدول الخليج فجأة انعزل والتجاه إلى اتجاه معاكس فكأنه انخرج من كل شيء لا يستفيد من كل شيء فأصبح يعني يحتاج إلى يعيد تأسيس يحتاج إلى حتى ينقل جكرافيته ما يكون مجاورة دول الخليج يكون في بلد ثاني علشان يصير قطر دولة أكبر من كذا نعم ممكن أنا عندي تاريخ وسيط على المهم السعود أستاذي يعني أعتقد أنه قطر سوف تضطر الآن إلى أن تمنح امتيازات جديدة للعمالة ومنها قد يكون محفزات محفزات ومنها قد يكون الدفع بالدولار أو اليورو لأن أي شركة ستاتي لقطر أو حامل الآن يقول لك أنا أماتك في الريال كم الريال اليوم كم الريال البكرة صحيح في لن تجارب من بعض الدول العربية الأخرى أنه أصبحت الدولار هو فقطر حتى تخرج من أزمتها وتستقطب العمالة والشركات مثل ما تفضل المهندس سعود لابد أن يكون لها إجراءات تشجيعية تحفيزية أنه أعطيكم أنا يعني بالدولار أو ضمانات محينة حتى يضمن مثل ما تفضل المهندس أنه على المستقبل أنه أنا ما يصير عندك تنذبذب في المدفوعات الدولار أنا عارف لكن الريال اليوم بكذا وبكرة بكذا حتى لو العملة استكرت تحتاج إلى ملاءة العميل يعني بلد مهزوز اقتصاده وننفقها الآن نصف الاحتياط يعني فالآن أصبح مهزوز يعني ملاءة العميل من الشروط استمرار المقاولات والإنجاز صحيح أستاذ عبد الحميد أعود إليك ونتحدث عن بعض القطاعات التي بدأت تتراجع بشكل ملحوظ ربما أبرزها أو من ضمنها قطاع السياحي الذي بدأ يفقد الكثير بعض الشركات أيضا تتراجع أرباحها أو تخسر بسبب عدم توجه السياح إلى قطر تأثر هذه القطاعات التي تكون يعني مضرة للأموال هي إرادات كبيرة للدولة كيف السبيل لموازنتها مع تراجع الإرادات من هذه القطاعات الحيوية في أي اقتصاد وحذريك بتتساءل بتقولي كيف السبيل إلى موازنة الخسائر الموجودة في هذه القطاعات حاكم قطر أو حكام قطر ما عندهمش خبرة في المسائل دي خالص ده واحد قاعد ناس شركات أجنبية بتطلع بترول وغاز من بطن أرض بتصدروا مرة لعندهم خبرة في تكنيك الإقتصاد وقال عندهم خبرة في السياسة المرتبطة بالإقتصاد وقال عندهم خبرة يعني نهار ده حجم التجارة الخارجية انهار أصبح أصبح نهار التجارة إنهار سواء السراد أو تصدير وهم أصلا ما عندهمش تصدير طب هيعمل إيه اللي إحنا زي ما قلنا رأس المال جبان والشركات اللي هي بتشتغل في بعقا قطر لما لقيت هذا نهار يقول لك الله طب أنا ضامن منين أديره وما يوديني فلوس طب ده ذلكات العملة بتاعته متدنية إذا كان ما عندهش أمير أو حكومة خبيرة بإقدارة الأزمات أبسط حاجة نفسها عنده تفتقد على التكنيك وعلى الخبرة يعني السياحة انضربت نعم أستاذ أسامة في نفس السياح أنت أشرت إلى الميزانية العام الجاري وأعلان موازنة العام 2018 مع نهاية هذا العام انخفاض حاد في الإرادات من القطاعات الحيوية بشكل رئيسي القطر تلجأ إلى السحب من الاحتياطي النقدي لدخل سيولة في الأسواق كيف تنظرون إلى هذه النتائج مع نهاية العام الجاري للاقتصاد القطري كمان قطر طلبت 500 مليون دولار قرد بتطلب السحب من السندوق السيادي وبدأت فعلا تسحب من السندوق السيادي قطر الخارجي أيضا قطر بصدد إصدار سندات عشان تمويل عجز الموازنة كمان قطر مش بس قطاع السياحة تأثر أكبر مفصل في قطاع السياحة القطري تأثر كمان هو قطاع خطوط الجوائي القطرية قطر إرويز طبعا دي مشكلة كبيرة قطاعات الأخرى التي تمول الميزانية وهو قطاع النفط والغاز هل سوف يستمر الضخ إلى أبد الأبدين في ظل المقاطعة ويستمر تمويل الميزانية على نفس القدر من الكفاءة مثلما كان الحال في الماضي أشك مش بس أشك أنا متأكد أن كفاءة الضخ إلى الموازنة العامة للدولة من المورد الرئيسي للاقتصاد والشنان الرئيسي للاقتصاد الذي هو الغاز وما بعده النفط سوف أيضا يتأثر مسألة التصنيفات عايزيني يتكلم بشكل كمان كبير شركات التصنيف العالمية لا تقف عند مرحلة معينة وتقول أن قطر تستطيع أن تمول الموازنة العامة لفترة من فترات ولكنها قطر كمان الوضع السياسي القطري الذي يقاطع من أقرب المقربين من المفروض أشقاء ولكن ماذا يفعلون مع شقيق عاق مع شقيق يحاول أن يغارض خارج السرب مع شقيق يتأمر على الأشقاء مشكلة وبالتالي مسألة التصنيفات الاقتمانية تضع كمان في اعتبارها الحالة السياسية للدولة التي نحن بصدد إجراء ريتنج لها أو تصنيف اتماني لها كمان الأوضاع الاقتصادية الأخرى غير مسألة حركة الأموال وغير الثقة في هذا الاقتصاد ومعدل الاستثمار الداخل والخارج وقيمة العملة وما إلى ذلك كل هذه الأمور يتم أيضا التعامل بصددها الإدارة شؤون الدولة إدارة شؤون الدولة مهمة جدا في النظرة إلى وضع الميزانية في المستقبل وضع الميزانية في الوقت الراهن وضع الدولة بشكل عام في المستقبل القريب أيضا هذا يدخل في مسألة الريتنج أو في تحديد معدلات التصنيف الاقتماني لدولة من الدول أو لواقع أو آخر قطر حقيقة تمر بمأزق تاريخي كبير وأظن لم يمر عليها من قبل ولن يمر أبدا بعد ذلك إذا قدر لهذا النظام أن يبقى وأن يعيش نعم أستاذ أسامة سؤال أيضا سؤال أخير لك فيما يخص القطاع المصرفي وكيف تقيم قطاع المصرفي الآن في قطر في ظل هذه الأزمة والمستقبل للقطاع المصرفي بشكل رئيسي طبعا قطاع المصرف دائما هو اللي بيقود كل القطاعات في سوق قطر المالي وقطاع المصرف في الحقيقة الأمر أول المتعثرين وأول المتأثرين بالمقاطعة الاقتصادية لقطر أهمها بنك قطر الوطني بنك قطر الوطني أول البنوك التي تأثرت وأول البنوك التي فقدت نسبة أنا لا أذكرها الآن ولكن أعتقد نسبة فارقة من قيمة أسهمها بعد المقاطعة لقطر القطاع المصرف القطري هو القطاع الذي كان يمول بنشاط كل الأنشاط الاقتصادية داخل الدولة القطرية وكان يمول أيضا ويشترك فيما يسمى بسينديجيشن لونز أو الخدول وقرود المشتركة خارج الدولة القطرية هذا الأمر وهذا الدور تعثر الآن بل الحصر بكل تأكيد الدور المصرفي القطري هو أول المتأثرين مع سوق المالي القطري بالحالة الاقتصادية القطرية الراهنة بالحالة السياسية المزدرية للنظام القطري الراهن هذه المشكلة هي التي سوف تلعب دور كبير جدا وقطاع المصارف القطري سوف يكون له المرآة والصبق في التعبير عن مأساة الاقتصاد القطري الحقيقية وقد كان له ذلك خلال الايام القليلة الماضية بل سوف يكون له ايضا ذلك خلال الايام القليلة القادمة اذا استمر التعانوت القطري واستمر العناد القطري واذا استمر حالة اللف والدوران القطرية حول التصرحات حول القرارات والالتفاف حول الواقع الاقتصادي حول مستوى معيشة الفرد على اي احال الخطاع المصرفي كان متأثرا بامتياز وبقدارة من هذه الحالة المتردية للاقتصاد القطري نعم شكرا لك أستاذ أسامة مهران رئيس تحري جهيدة أسواق البحرين يكو تماما من المنامة دكتور طلال نستمر بالحوار معك تعليقك على مسألة الميزانية عجز متوقع في الميزانية العامة لدولة قطر في هذا العام أنا بس يعني قطر ما فيها شيء يجد بالسائح من دول أخرى السعوديين كانوا يجدوا في قطر تقارب في العدات والتقاليد فأعتقد أن السياحة القطرية كانت تعيش وتعتمد على شقاءها الخليجيين وللأسف أن خروجها من البيت الخليجي في هذا الفترة لابد أنه يجعل هناك هروب للسائح الخليجي من دولة لا يعلم إلى أين مصيرها نعم ألا توقع ألان عجز في الميزانية ما في شك أن الميزانية القادمة لن تكون ببحبوحتها لن تكون الميزانية كغيرها ستكون هناك أولويات في الصرف الآن الدولة لن ستكون ميزانيتها معتمدة على الأولويات الماء الغذاء الصحة فسيكون هناك تباطع في النمو سيكون هناك الدين العام خارجي سوف تكون هناك ارتفاع في تكلفة عمولة الاقتراض ستكون الميزانية تعاني من كثير من العدس والتحديات وماذا قلت لك أعتقد الميزانية ستعتمد على الأولويات لن تكون ميزانية أنفاق ستكون فقط أساسيات رواتب وما يهم طبعا البنية التحتية والخدمات ستتأثر كثيرا في هذه الميزانية والفترة القادمة إلى أن يجعل الله هناك أمرا إن شاء الله مهندس في التصاميم للتغييرات في مواد البناء فهذه للتعطيل في الدفع لأمور كثيرة سيكون هناك تغيير جذري لن يكون ستتضاعف إلى عشرة الأضعاف في وسائل النقل فسيكون هناك المسألة الصرف على التعويضات من نتيجة هذه الأزمة التي اختلقت فيصبح هناك ينتجه إلى تجاه بدل ما كان الإنفاق في السابق لإنجاز مشاريع الآن لسد مطالبات بسبب الأضرار التي لحكت بالمقاولين الذي لحكت لا تنسين بعد كثيرا من الأموال القطرية ذهبت لأشياء تعاقدية والاستيرادات الآن وقفت هذه التوريدات أو ارتفعت وجور النقل أو حدث لها متغيرات فهذه المتغيرات ستجعل الميزانية ما يخصص للمشاريع في موقع العاجز ثاني شي حتى العمالة تبيت تطالب بتعويضات لأنها ستكون موجود عمالة وما موجود مواد بناء لفترة من الزمن فأنا أعتقد المسألة كارثية بالنسبة للمشاريع في قطر وستتجه إلى تحتاج إلى عشرات أو الأضعاف من الميزانيات لسد المطالبات قبل ما نبدأ في التنفيذ أو في إيجاد بدائل للأشياء المتعاقد عليه للأشياء المصممة أساسا فهناك المشكلة هي محاربة الطبيعة ومحاربة الواقع فهذا مكلف جدا عندما تكون فيه اتجاه محاكس لطبيعتك لواقعك فأعتقد أن المشاريع لن يكون هناك مشاريع ستتوقف وتتحول الميزانية كلها لتعويضات دكتور طلال هناك تصريحات رسمية قطرية لمسؤولين في قطر فيما يخص تكاليف الشحن والتي ارتفعت بعشر مرات تقريبا كيف يضغط ذلك أيضا على السيولة في الأسواق ويؤثر سلبا عليها تكاليف الشحن طبعا تكاليف الشحن تشمل أيضا تكاليف التأمين ارتفعت أعتقد تكاليف التأمين بشكل كبير ويذل ما قلنا هذا كله سينعكس مباشرة على المواطن والمقيم في قطر نعم ارتفاع أسعار المعيشة انحفاظ المستوى الخدمات كلها تضغط على الحياة في قطر كلها تضغط على تراجع مسلوية التعليم والصحة والبنية التحتية خروج رؤوس أموال سيدتي الفاضلة أي اقتصاد في العالم يصبح أداة سياسية احتكارية هو اقتصاد قابل للعطب في أي لحظة نعم لا يمكن أنك أنت تغامر بمستقبلك الاقتصادي والسياسي نعم إلا أن تتحمل نتائج هذا المغامر المغامر القطرية لم تكن مغامر محسوبة كانت مثل ما تفضل المهندس خارج النطاق البشري العام وأعتقد أنه كل شيء ارتفاع معدلات تضخم تنخفض القوى الشرائية طبعا أسعار النقل مثل ما تفضل المهندسية أرخص شيء البرية لكن عندما تأتي أنت الآن إلى إغلاق المنافذ البحرية والجوية عليها تكلفة عالية من ناحية التأمين لأن المنافذ البحرية أيسا غير آمنة التأمين مرتفع جدا وارتفاع التأمين على هذه الشحنات وهذه النقل سيزيد من الأسعار فالمغامرة غير محسوبة ونتائجها لا يعلم بها إلا الله نعم أعود إلى ضيفي من القاهرة أساد عبد الحميد أيضا في نفس السياق اتفاة كليف الشحن بعشر مرات تقريبا وتأثيره على السيولة الموجودة في السوق القطري أكيد في ظل الخفاض العملة أكيد في ظل مفيش بضايع تكفي تموين سكان قطري اللي موجودين أكيد في ظل المشروعات اللي هي النهاردة حتم ولا مش حتم طب نجي مواد بناء إزاي كل دي مسائل كانت معمول لها دراسة جدوى قبل ما المستلس بندخل السوق القطري وقول أنا حابني كذا أو قبل ما المستلس بندخل السوق القطري وقول أنا حمول كذا النهاردة العمارة كلها اتهدت حصل زلزال مخيف أدى إلى نهيار كل الأفكار العلمية اللي موجودة إنه هدت إحنا في أزمة محتاجة واحد قوي علشان يقود هذه الأزمة والأزمة والاقتصاد والسياسة ما نفعش معهم المؤامرات المخيفة أو السخيفة اللي دخلت فيها قطر فأنا يعني متشائم ما لم يعود قطر إلى الحضن العربي شكرا لك أستاذ عميد العرق صوصي رئيس تحرير مجالة الاقتصاد والمحاسبة كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك مهندس أتكلمة أخيرة قبل أن نختم أتمنى أن تعود قطر إلى المفاق العربي وأن تعود إلى موقعها وانتمائها الحقيقي والطبيعي وطبعا عزيز علينا الشعب القطري وأن نتمنى له كل خير ونعمل أن يعني إن شاء الله يعود إلى رجلهم وأن يعني أن لا يكون هذا تعود الأمور إلى مجرى نعم فهذا كل ما نتمنى دكتور طلال كلمة أخيرة الشعب القطري هو الذي يبدو المفتاح والحل يعني يجب أن يسمع صوت الشعب القطري في هذه الأزمة ويجب أن يكون الشعب القطري وهو المتأثر الأكبر الشعب القطري المواطن القطري والشقيق القطري هو المتأثر الأكبر لذلك لا بد أن يكون له دور ولا أن يكون موقفه سلبيا في هذه الأزمة التي تؤثر على مستقبل ومستقبل أبنائه وكل ما يهمه شكرا جزيلا لك دكتور طلال حربي مستشار وكاتب اقتصادي شكرا جزيلا لك مهندس عدد البحي خبير هندسي شكرا لك مشاهدينا كرام وصلنا معكم إلى ختم حلقتنا لهذا اليوم أشكر وطيبا متابعتكم في الختم نلتقي بإذن إلى غدا من نفس التوقيت كم دائما علينا شكرا لك اشتركوا في القناة